السلام لغزالة ديالي كيف ديري اللبس عليكم كانت من يلقاكم الفيديو جالي وفي احسن الاحوال اليوم بغيت نشارك معاكم واحد طريقة ديال الكفتة في الكوكوت كتجيب نينا كتجيب حلم شوية تماما وكتجي لديدة في المطاق وكتجي الكفتة ديالها فتية كانت منكم تجربوا هاد الوكلة حيث غتوا لي مو اعتمدة عندكم وكتوجد بسرعة مهم البنات نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة عندي كمية من البصلة مقطعة دوائر انا اخذت بصلة متوسطة وقطعتها على شكل دوائر عندي كمية من الكفتة والكفتة كتبقى على حسب افراد العائلة عندي واحد مطاشة كبيرة مقطعة دوائر عندي قزبور مع دنوس مقطعين عندي جوج فصوص ديال التوم محكوكين عندي راس معلقة ديال الخرقوم عندي راس معلقة ديال البزار عندي راس معلقة ديال التحميرة او البابريكا عندي معلقة صغيرة ديال الملحة عندي معلقة صغيرة ديال الكامون عندي معلقة صغيرة ديال الهريسة وهنا يمكن لكم تبدلوا الهريسة بالشونية او السودانية عندي القليل من زيت الزيتون هذا هو المقادير هنا غلنا ناخد واحد اللي ايناء غادي نضيف عليه الكفتة اللي عندي وغادي نزيد عليهم التوابل غادي نضيف القزبور مع دنوس مقطعين و جوج فصوص ديال التوم وغادي نضيف عليهم التوابل اللي عندي هنا يمكن لكم البنات تزيدوا اي توابل عندكم يمكن لكم تزيدوا توابل ديال شواء او للتوابل الصحراوية لكم الاختيار انا درت التوابل اللي متواجده في اي منزل هاد الاوكلة كدي اقتصادية يعني متناول اي واحد و كدي في نفس الوقت بنينا و كتوجد بسرعة انا كنحاول ندخل كفتة ديالي مع العطرية اللي درت فيها و غادي ناخدها و نديرها على شكل اصابع او لا على شكل كوريات لكم الاختيار وهنا الكفتة تكون مارقيقاش بزاف و مغلداش بزاف تكون متوسطة غادي ناخد الكفتة ديالي كاملة نديرها على نفس الشكل الفيديو موضح من زيان هنا من بعد ما اكمل كفتة ديالي كاملة ناخد الكوكوت او لا تنجرة الضغط غادي ندير فيها واحد المعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون و غادي نفرش طبقة ديال البسلة هنا يمكن لكم الضعف و الكيمية و من بعد غادي نفرش واحد طبقة ديال ما طيشة هنا يمكن لكم تزيدوا الفلفلة او لاي اي نسمة بغيتو انا اكتفيت غادي بلبس له ما طيشة من بعد غادي نستفل الكفتة ديالي على هاد الشكل هنا رامك نزيدوا ليها تنقطة ديال الماء هي كتلق هي والبصلة و ما طيشة يتلقوا الماء ديالهم غادي نسد عليهم في الكوكوت و غادي ندير صفارة للكوكوت او غادي نديرها على عفية تكون مجهدة في الاول حتى لا تسمعوا صفارة كتصفر من بعد كتنقصوا عليها كتنقصوا عليها مزيان و كتحسبوا ليها 15 دقيقة من بعد كتطفوا عليها و إلا لقيتوا فيها الماء كتخليوها فوق البوطة خمسة دقائق بدن ما تشرب هادك الماء أنا كيعجبني نخلي فيها واحد شوية الماء ما كيعجبنيش ننشفها بزاف و هادي هي الكفيتة ديالنا أنا كندير عليها الكامون أنا كتعجبني نسمة ديال الكامون في الكفتة بزاف يمكن لكم تنسموها بأي حاجة أنا كتافيت بالكامون كتجيفتي الكفتة ديالنا كتجيفتي و كتجير طبا يعني كتجيب حلم شوية تماما غتجربوها و غتعجبكم و غتشبلي معتمدة عندكم كيما غلت معتمدة عندي في الوقت ديال الضربة حي الضربة كتوجد مهمة لبنات هذا هو الفيديو دياليوم كانت مني أعجبكم و إلا أعجبكم ما تنسوش تخليولي يا جيم و تخليولي يا كومنتائر باش تشجعوني و كنقول لكم تهلولي يا فريسكم اشتركوا في القناة